بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة الأندلس الإبتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة الصف الثاني إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الثاني اليوم طلاب الأعزاء سنكون مع الدرس الرابع وهو بعنوان كيف يؤثر الإنسان في الموطن هيا معا طلاب الأعزاء إلى الدرس في البداية نراجع ما هو الموطن شرحنا سابقا ما هو الموطن هيا طلاب الأعزاء من يخبرني ما هو الموطن نعم الموطن هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويوفر له الماء والغذاء والمأوى هذا هو الموطن وقلنا أن هناك خمس مواطن أساسية من يعرفها؟ هيا طلاب الأعزاء شاركوا معي نعم الموطن الأول الصحراء الموطن الثاني الغابة المطيرة الموطن الثالث المنطقة العشبية المنطق الموطن الرابع المنطقة القطبية والموطن الخامس هي المواطن المائية إذن هذا هو تعريف الموطن وأهم خمس مواطن توجد على الكرة الأرضية هيا ننتقل طلاب الأعزاء إلى نقطة جديدة من نقاط الدرس نبدأ بسؤال هل من الممكن أن يضر الإنسان الموطن؟ الإنسان كائن حي يعيش في موطن ما مثله مثل الحيوانات التي تعيش في مواطن ما والنباتات هل من الممكن أن يضر الإنسان هذا الموطن؟ هل من الممكن أن يتصرف الإنسان بعض التصرفات التي تضر الموطن ولا تحافظ عليه؟ هيا طلاب الأعزاء من يجيب؟ أسمع أحدهم يقول رمي النفايات في الشارع رمي النفايات في غير أماكنها يضر الموطن ويجعل الموطن غير نظيف وقد يضر الكائنات الأخرى التي تعيش في هذا الموطن إذن رمي النفايات بالشارع وعدم رميها في أماكنها المخصصة هو تصرف يضر بالموطن من يخبرني طلاب الأعزاء بتصرف آخر يضر بالموطن؟ من يخبرني؟ أحد الطلاب يقول نفايات المصانع ومخلفات المصانع التي تؤدي إلى التلوث مخلفات المصانع عندما ترمى في الماء أو يخرج العادم والدخان الملوث من هذه المصانع ولا يتم تنقيته هذا قد يؤدي إلى تلوث البيئة وتلوث البيئة أو تلوث الموطن هذا يضر بالموطن والكائنات الحية التي تعيش به وقد يضر بالإنسان نفسه أيضا ما هي التصرفات الأخرى التي تضر بالموطن؟ ماذا تعني هذه الصورة؟ هذا مبنى مدرسي لا يوجد به طلاب بالليل والمبنى كله مضاء هذا تصرف يضر بالموطن لأنه هدر للطاقة هدر للطاقة الكهربائية لماذا المصابيح مضاء ولا يوجد طلاب؟ من المفترض أنه عندما لا يكون أحد بالمنزل أو بالمدرسة أن نغلق الأنوار وأن نغلق المصابيح هذا هدر للطاقة تصرف آخر يضر بالموطن؟ ماذا يعني هذه الصورة؟ يقول أحد الطلاب أن هذا الطالب يفتح صنبور المياه ويفتح كل المياه الموجودة بدورة المياه وهو لا يستخدمها هذا هو هدر المياه أو الإسراف في المياه يجب علينا أن نستخدم المياه على قدر حاجتنا ولا نسرف فيها لأن هذا أيضا يضر بالموطن إذن هذه أربع صفات تضر أو أربع تصرفات طلاب الأعزاء تضر بالموطن ممن النفايات بالشارع مخلفات المصانع هدر الطاقة والإسراف في الماء ومخلفات المصانع تؤدي إلى حدوث التلوث إذن طلاب الأعزاء كيف نحافظ على موطننا وكيف نحافظ على مواطن الكائنات الحية الأخرى كيف نحافظ على الموطن إذا أردنا أن نحافظ على الموطن أن نفعل عكس الأفعال التي تضر الموطن هيا من يخبرني تفضل طالب العزيز رمي النفايات في أماكنها هناك أماكن نرمي فيها النفايات وهي سلال السلات وسناديق القمامة إذن نضع النفايات في هذه السناديق هذا تصرف يحافظ على الموطن أيضا هناك ما يسمى إعادة التدوير في بعض المولات نجد هذه السناديق نجد أربع أو خمس سناديق وكل سندوق مكتوب عليه بلاستيك مكتوب عليه معادن، زجاج، ورق هذه ما يسمى إعادة التدوير وإعادة التدوير يحافظ على الموطن وسوف نتحدث عنها لاحقا أيضا إعادة الاستخدام إعادة الاستخدام هذا تصرف يحافظ على الموطن أيضا ترشيد استهلاك الماء والكهرباء ترشيد أن لا نستهلك الماء بكثرة دون داعي وأن لا نستهلك الكهرباء بكثرة دون داعي عندما تكون في المنزل وأنت تجلس في غرفة تضيء مصابيح هذه الغرفة أما باقي الغرف لا يوجد داعي لإضاءة مصابيحها أيضا الهدر في استخدام الماء بعض الناس تقوم بغسل سيارتها في المنزل بخراطيم المياه وهذا يؤدي إلى إصراف في استخدام المياه وهذا في دولة قطر ممنوع والقانون يحاسب عليه الذين يقومون بالإصراف في استخدام المياه والكهرباء إذن نحافظ على الموطن عن طريق رمي النفايات في أماكنها إعادة التدوير إعادة الاستخدام ترشيد استهلاك الماء والكهرباء لاحظنا طلاب الأعزاء أننا سمعنا كلمتي إعادة التدوير وهذا هو الرمز الخاص بها نجده على بعض علب الطعام وعلب المشروبات وهناك إعادة الاستخدام هذا الرمز أيضا قد تجده على بعض علب البلاستيك أو بعض المشروبات الغازية ما المقصود بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام أو ما الفرق بينهما طلاب الأعزاء من يشارك معي سأخبركم إعادة التدوير هي إعادة تصنيع بعض المواد للاستفادة منها مرة أخرى مثل البلاستيك والورق أننا نقوم بإعادة تصنيعها من جديد نقوم بإعادة تصنيعها من جديد ومثال على هذا أما إعادة الاستخدام هو إعادة استخدام بعض المواد والاستفادة منها دون تصنيعها وتستطيع أنت أن تفعلها في المنزل أما إعادة التدوير تحدث في المصانع إذن إعادة التدوير في المصانع لا نستطيع أن نفعلها بأنفسنا أما إعادة الاستخدام قد تصنعها أنت في المنزل دون الاحتياج إلى مصنع مثال على ذلك زجاجات المياه التي نشتريها قد نستخدمها كأصيص وإناء للزرع بعض الدفاتر نجد عليها هذا الرمز أو بعض الكتب معناها أن أوراق هذا الدفتر أو أوراق هذا الكتاب هي مصنوعة من إعادة التدوير كانت ورق سابقا تم استخدامه ثم ذهب به إلى المصنع وتم إعادة تصنيعه وتدويره وأنتجنا به دفتر أو كتاب جديد هذا مثال على إعادة الاستخدام زجاجة المياه التي نشربها قام أحد الطلاب الممتازين بإعادة استخدامها كإناء قام به زراعة نبات جميل هذا هو طلاب الأعزاء المقصود بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام وهكذا نقول تعرفنا على بعض الصفات التي تضر الموطن وأيضا تعرفنا على بعض الصفات الأخرى وبعض التصرفات الأخرى التي تحافظ على الموطن وتجعله نظيف وتجعله موطن نستطيع أن نعيش به ويجب علينا أن نلتزم وأن نقوم بتنفيذ التصرفات التي تحافظ على مواطننا وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته